خلال حفل ديني أقيم في جو من الذكر والخشوع وبمناسبة الذكر الرابعة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني وقد أعرب مقدم الضريح بالمناسبة عن امتنانه وشكره العميقين على الرعاية الملكية السامية وغير بعيد وفي مدينة الراشدية تم تسليم هبة ملكية لفائدة الزاوية القادرية بقصر تورو بنفس المناسبة من طرف لجنة ملكية حيث عبر مقدم الزاوية القادرية بالمناسبة عن شكره لجلالة الملك على عطفه ورعايته السامية فيما اتجهت لجنة ملكية أخرى صوب مدينة الصور حاملة معها هبة ملكية لشرافاء الزاوية الرقراغية بنفس المناسبة حيث لم يفوت الحاضرين وعلى رأسهم مقدم الزاوية أن يعبروا عن خالص امتنانهم وشكرهم لأمير المؤمنين على هذه الالتفاتة الطيبة هذا وقد تم تقديم الهبات بحضور رجال السلطة ورؤساء المجالس العلمية والمريدين وشخصيات أخرى حيث رفعت أكف الضراعة إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفر لهما الحسن الثاني ومحمد الخامس كما تضرع الحاضرون بالدعاء الصالح إلى الباري عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة